دكتور عبد السلام أنا بشكرك وبرحب بك الأول أهلا وسهلا 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 بإشرافك على المشروع الكبير ده واسمحولي بس أن أنا أدي خلفية بسيطة كده من حوالي سنة ونص أو اثنين تقريبا سنة ونص حصل النقاش على أن بناء الطريق في البحيرات يعني ممكن يسبب مشكلة كبيرة جدا ونحن حضرنا حتى بدأت تدشين المرحلة دي ودكتور عبد السلام كان موجود وقلنا له إحنا عايزين رأيك وعايزين إشرافك على المشروع إن ده مشروع كبير قوي ومحور رئيسي وعايزين نتطمن إن إحنا المسار الفني والهندسة اللي شغل به العمل يعني يطابق المعايير والمواصفات اللي إحنا على الأقل مصممين الطريق عليها وطبعا هو الكلام اللي بيقوله الدكتور عبد السلام النهاردة بيأكد لنا إن يعني إن ده وخليني بس أقول إن المحور ده كان عبارة عن نص صين نص كان موجود قبل كده وطبعا خد وقته في الهبوط التاني اللي هو القديم يعني خده عشرين سنة ولا أكتر فما بقاش فيه مشكلة فبقت المشكلة في إن إحنا ميجي نعمل المحور ده عايزين نتطمن مش هنستنى بقى عشرين سنة تاني ولا حاجة يبقى بشكل كويس يعني فطبعا شرحونا دكتور عبد السلام النهاردة أو بيأكد لنا إن الأمور مطمئنة وحتى لو حصل الشكل من أشكال الهبوط في الإطار الطبيعي واللي محتمل إن إحنا نتعامل معه بسهولة ولا إيه؟ طبعا اللي هو محتمل حدوثه في أي مشروع في أي مشروع فإحنا أولا بنرحب بيك وبنشكرك وسعداء بالجهد اللي أنت شاركت بيه وأنك أنت يعني حطيت ثقل كبير قوي قوي هو عبارة عن السمعة والخبرة الكبيرة والعلم الكبير اللي موجود عند حضرتك في إخراج هذا المشروع بالشكل ده فأنا أشكرك دكتور عب السلام وربنا يا ربي ديك الصح شكرا جزيلا شكرا جزيلا